بعد تخرجه من الأوائل بكلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية في شامعة حلب وحصوله على جائزة الباسل للتفوق مرتين تمكن ابن الشهباء الشاب صادق محمد بدوي من استثمار دراسته الجامعية إضافة إلى تجربته المهنية عبر تطوعه في العمل لدى منظمة الهلال الأحمر لينشئ عدة تطبيقات برمجية طبية تسهل من عمل الأطباء وتوثق أعمالهم وتقدم لهم أرشيفاً الكترونياً أيضاً التكنولوجيا الحديثة تلعب دور كبير بتحسين العمل الإنساني مثلاً استخدام التطبيقات الذكية مثل تطبيق حارتنا يلي ساهمت ببرمجته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الـ UNDP بيخلينا نعرف بشكل مباشر شو هي النواقص الخدمية بالمناطق المختلفة هذا بساعد المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية على الاستجاب بشكل أسرع وفعال للمشاكل الموجودة مثل نقص الإنارة ومكبات النفايات وغير من النواقص الخدمية يقدم صادق بالتزامن مع تحضيره لرسالة الماجستير تطويراً برمجياً من خلال خبرته على كافة تطبيقات المحلية والعالمية إذ أنه أنشأ العشرات من التطبيقات التي شملت المجال الطبي والتجاري والتسويقي فهو يطبح للوصول العالمية وترسيخ حضوره بصورة أكبر في هذا المجال نصيحة للشباب هي أنه يشتغلوا بشغف وإصرار ويآمنوا أنه قادرين يعملوا فرق كبير كمان لازم يطوروا من مهاراتهم التقنية ويواكب التكنولوجيا الحديثة والأهم يشتغلوا كفريق واحد لأن التعاون هو المفتاح لتحقيق النجاحات بأي مجال خصوصاً المجال بالعمل الإنساني رغم كل التحديات والصعوبات التي يواجهها الشباب السوري إلا أنهم يثبتون يوماً بعد يوم قدراتهم وأبداعاتهم المتجددة وتمسكهم بشغفهم وتطلعاتهم للتطور والوصول لأعلى المراتب نصر رمضان الإخبارية السورية حلب